أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند هنتكلم في هذه الفقرة عن مجموعات تدوري أبطال إفريقيا والنهاردة كانت مراسم القرعة الساعة 1 الظهر بتوقيت القاهرة وتحددت خلاص بشكل رسمي ونهائي المجموعات اللي هتأخذ هذه المباريات ابتداء من شهر فبراير المقبل عقب مباريات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون ونهاية مباريات كأس العالم في أبو ظبي كلنا شفنا القرعة النهاردة وشفنا الفرق اللي هتواجه النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية والنادي الأهلي بالطبع في المجموعة الأولى مع سانداونز والهلال والمريخ السوداني أيضا كمان في المجموعة الثانية في الرجاء المغربي وحرية كونكري ألغيني ووفاق ستيف وأمازولو بطل جنوب إفريقيا المجموعة الثالثة الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي وشباب بولسداد ويوهان جالاكسي بطل بتسوانا المجموعة الرابعة الوداد المغربي الزمالك وبترو أتليتكو وسيجارة برانس بطل أنجولا فرقتين من أنجولا مع الزمالك والوداد لو بنتكلم على المستويات خدوا بالكم الحاجة يا جماعة الكورة بشكل عام مفيش حاجة اسمها مجموعة صعبة ومجموعة سهلة لكن بالنظر إلى النتائج وأسماء الفرق المجموعة الأولى اللي فيها طبعا بالطبع الآن اللي مع سانداونز والهلال والمريخ المجموعة نقدر نقول متوسطة أو أكتر من متوسط شوية لأنها مجموعة مسهلة خالص فيها دربيات فيها الأهل مع الهلال الأهل مع المريخ كلنا شفنا خلال السنتين اللي فاتوا دايما سانداونز بيواجه الأهل ولكن في مرحلة النوك قاوت في دور التمانية المرة دي الفرقتين مع بعض في دور المجموعات ويمكن ده ممكن تكون فرصة جيدة لبطل جنوب إفريقي عشان آخر السنتين كان حظه سيء أنه بيواجه الأهل فكان بيخرج رغم أنه كان بيؤدي بشكل رائع جدا خلال دور المجموعات ولكن وجوده معالف نفس المجموعة بيدي أفضلية أن سانداونز ممكن يكمل لبعد مرحلة القارتر فاينل ويوصل للسيمي فاينل وليما لا أنه ممكن يكون موجود فيه المباراة النهائية لكن لو بنتكلم على أصعب مجموعة من حيث الأسماء والنتيج والمباريات لا مجموعة التراجي والنجم الساحلي وشباب بولستاد أولا دربيات عربية ثانيا في كلاسيكو أو دربي في تونس ما بين التراجي والنجم الساحلي تليها بعد كده المجموعة الثانية اللي فيها الرجاء المغربي وحرية كوناكري ووفاق ستيف وأمازولو بالمناسبة البعض ممكن نتوقع أن حرية كوناكري وأمازولو الجنوب الإفريقي ما يكونونش منفسين بالعكس حرية كوناكري للسنوات الأخيرة دائما بيتواجد فيه المراحل النهائية ابتداء من دوري الثمانية أمازولو ده فريق الأقصى مازينبي الكنغولي في الدوري التمهيدي وبيقود هذا الفريق مكارسي نجم منتخب جنوب إفريقيا في كاس الأمم عام 98 فبالتالي مجموعة مسهلة مجموعة صعبة ولكن بالطبع المجموعة الثالثة هي الأصعب مجموعة التراجي والنجم وشباب بولستاد ويوهانج جالاكسي بالمناسبة كمان فريق يوهانج جالاكسي البطل بتسوانا بيقوده مدير فني جنوب إفريقي وسبع ليه قبل كده طبعا كان من الناس أو يعني الشخصيات القريبة جدا من بيتسو موسيماني والنهاردة حتى وبيصحب القرعة الكلم على يوهانج جالاكسي انه بيقوده مدير فني واعد جدا مدرب جنوب إفريقي اسمه موليرة نفس الأمر مجموعة الوداد والزمالك هي المجموعة على الورق هي تعتبر المجموعة الأسهل لأن بيترو أتليتكو وسكرانس سبرانس بطل أنجولا في رئيتي من أنجولا ما عملوش نتائج كبيرة قبل كده في دوري أبطال إفريقيا ولو بنتكلم أنه أول والثاني بس هم اللي هيسعادوا من المجموعة فطبعا كل الترشحات هتروح في سكة الوداد وإلا الزمالك في نفس الوقت كمان الزمالك عنده محمد ونجم وأشرف من شرقي فبالطبع هتكون فيه منافسة قوية جدا مع الوداد لأن الاتنين دول أصلا كمان من فريق نادي الوداد وعي يكون فيه دربيات وفيه صنائيات بالتأكيد خلال هذه البطولة ونفس الأمر طبعا فريتين من أنجولا في نفس المجموعة طيب ده بالنسبة للمجموعات الأربعة النهاردة للقرع أصفرت عن هذه المواجهات وهذه المباراة طيب ترجمة نانسي قنقر